خمسة وتماثين أربعين سنة قلم اللي عني ده قلم بتاعه ده ولا قلم حاجة تانية في علامات مميزة لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطط الفاري بين الجراحة الماكروسكوبية والجراحة المنظمة الاثنين تولز ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب الأستاذ الدكتوري يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمد الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين ضيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم الجراحي الكبير أستاذ دكتوري يسري الحميلي منورنا فاندم وهذه الزيارة نسعد دائما بها شكر جدا الحقيقة عايز أبدأ بأنه كثير من الناس تتخوف من جراحات العمود الفقري وتخوفها يعني من القديم منطقي كان الناس تعتقد أنه هعمل عملها في العمود الفقري هخرج بمشاكل جمع نتيجة التداخلات الكبيرة الآن ظهر ترمي جراحي ومصطلح طبي مهم جدا جراحات محدودة التداخل عايز ألق الدق على المنطقة الحقيقة طبعا فيه مثل بيقول الحاجة هي أم الاختراع لما كان العمود الفقري جراحاته صعبة جراحاته دقيقة جدا حساسة النتائج اللي بيطلع بيها المريض كانت دائما بتبقى دون المستوى هنا يعني انكبى البحث العلمي على أشياء كثيرة جدا استحدثت وعايز أقول أن جراح المخ والعصاب والعمود الفقري هم أكتر الناس اللي استفادوا من التكنولوجي دي حقيقة والمثل الأكبر اللي بسوقه دايما إن احنا أول ناس عملت عملية بريبوت أو الإنسان الآلي وبنسمى إحنا بنستخدم التقنيات الحديثة دي لتطويع هذا المجال الصعب جدا للخروج بنتائج عالية جدا والإجراء عمليات كتير جدا كان من المستحيل إجراءها بالطرق التقليدية فبالتالي ما بقاش مسموح النهاردة إن احنا نشتغل بنفس الإسلوب والنظام والطريقة التقليدية خوف المريض مبرر ويحترم جدا جدا لأن المريض بيخاف ليه إما إنه شاف مريض عمل عملية والنتيجة وحشة جدا جدا أو إنه شاف مريض عنده مشكلة في العمود الفقري وتعرض لعجز بعد عملية والكلام ده موجود في مجتمعنا ودايما بقول برضو لما بتبقى ماشي في الشارع فيه ميت واحد ماشي فيهم اتنين عندهم مشكلة شلل أو ضعف أو انحناء أو تقوص أو ظهره تعبه هتشوف الاتنين دول مش هتشوف التمانية وتسعين وبالتالي العمليات النجحة ما بتتشافش قوي لكن بيتعرف الجراح ده جراح متميز من مرضاه فدايما بقول المريض ما تبصش للأمثلة السيئة بص الأمثلة الجيدة وبص للعينين اللي احنا بنعمل لهم العمليات بص للطفرة اللي احنا أحدثناها وأدخلناها في مصر من تطوره علمي وتكنولوجي ومن تقدم بص النتائجنا في العمليات وعشان كده المريض اللي بيبقى جييني عن طريق مريض عامل عملية هو ده أكثر المرضى اللي بيستفيد لأنه بيسمع الكلام وبيطبق تعليمات بشكل يعني مثالي عايز أقرب يعني ايه محدودة التدخل محدودة التدخل هو ان احنا بنختصر الجراحة الكبيرة جدا اللي كانت فيها حاجات كتير جدا بتدمر التركيب الطبيعي للعمود الفقري لأن انت عشان تعمل عملية في العمود الفقري وتنجح انت محتاج حاجتين انك تحقق الأهداف اللي العملية دخلت تعملها لو أنا هشيل غضروف هعمل تثبيت لفقرة هعمل توسيع للقناة العصبية هعمل استقصال لورم محتاجة أعمل الحاجات دي كلها من غير ما غير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري ومن ثم لما نشوف عملية بالمنزار زي كده هنا الغضروف أهو احنا دخلنا من الفتحات الطبيعية اللي موجودة بين الفقرات وبعضها بآلة صغيرة جدا حجمها أقل من حجم العصب بتاعنا الطبيعي اللي هو واحد من العصب اللي بتشكل الضفيرة العصبية اللي عاملنا عصب اسمه عرق الناسة ومن ثم لما بندخل من فتحة زي دي طبيعية موجودة احنا مشناش عظم ما فتحناش حاجة في العمود الفقري وبالتالي ما أحدثناش أي تغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري هنا تبقى الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل في كونها لم تحدث أي تغيير في التركيب الطبيعي كي أني عندي غرفة مقفولة وأنا دخلت فتحت بالمفتاح ودخلت عملت اللي أنا عايزه وقفلت الغرفة بالمفتاح طب العمليات تقليدية كتبار عن إيه إن أنا بهد حيطة وأدخل عشان أعمل اللي أنا عايزه أهد حيطة وأدخل أعمل وأرجع بقى أبني الحيطة دي هابنيها هل هقدر هل هسيب أسار هل هدمر طبعا والفرق ما بين الاتنين كبير جدا جدا هقف قدام نقطة مهمة الجديد دايما الجراحات محدودة تدخل فيها جديد طبعا لأن هذا المجال يتطور ويتطور بسرعة والجراح المواكب للتطور ده بتبقى بالنسبة له الموضوع خطوات انت خطوة استبدلت بخطوة بنبني عملية من كذا خطوة بناء على تجارب وخبرات واستحداثات بتطرق على العمليات النهاردة مثلا لما بنواصوق مثال المريض اللي كان عنده هشاشة في الفقرات وتزحلق في الحمام وقعت كسر وبي عادة بيبقى سينه كبير عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل كبيرة تدرش تديله حتى إبريد بنج الفقرة انهارت زي كده نتيجة ان المريض ده عنده هشاشة هتعمل ايه؟ علشان تعمل عملية وتثبت الفقرة دي معضلة كبيرة جدا المادة اللي هتثبت بيها هتفلت من مكانها النهاردة بنعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده بندخل ببلونة ننفق الفقرة والفراغ اللي اتنفق ده بنحط فيه مادة اسمنت عصبي بتتصلب في خلال ثلاث دقايق بتتحول من سائل الى مادة صلبة اعدت تكوين الفقرة دون ان تضع مسامير ولا دعامات ولا شريحة ولا 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 والمريض ده الجميل انه بيعمل عملية دي ببنج موضعي ويقدر يمشي على رجله بعد ما ينزل منعه على طربيسة العمليات فاستبدلت المريض اللي كان هينام في السرير ثلاث او اربع شهور ويلبس حزام ويدخل يعمل عملية هتستغرق ثلاث اربع ساعات وممكن يطلع على الرعاية المركزة بحاجة خطوة بسيطة جدا بمخدر موضعي هنا الفرق ما بين التكنولوجي ومواكبة التكنولوجي والفرق ما بين ان احنا نقف عند الحجر الصامت بتاع زماني طيب وحضرك بتقولي الحكاية دي قدامي قضية مهمة القضية دي عبارة عن ثلاث طرق ثلاث طرق بب بنشوف احنا في المجتمع الطبي الثلاث طرق دول كالقاتي فيه ناس لا تتقن جراحات متقدمة في العمود الفقري ويتقن جزء معين وليكن المنظار مثلا وبيطوع كل حاجة لهذا المنظار بيقول ان انا بعمل بي كل شيء ده طريق طريق تاني لا يتقن الحداثة ولا يقمد بالمنظار وعايز يعمل جراحات بالاسلوب التقليدي الطريق الثلاث اللي هو الطريق القويم اللي هو بيتقن المفروض كل حاجة عايز حدك توضحني القضية دي المريض يعرف ازاي هو قدام مين هي طبعا اهم شيء في الموضوع منظومة المريض الطبيب والمستشفى طبيب من غير مستشفى متطورة متقدمة ولا حاجة وانت تقدر تعرف ازاي اعرف الدكتور ده بيعمل عملياته فين ايه المستشفى اللي بيعمل فيها الامكانات بتاعت المستشفى دي كل مكان الجراح عنده امكانات وتولز يعني ادوات مساعدة كثيرة جدا كل مكان راجل لعيب زي ما بنقول كده يستخدم كل الحاجات دي لتطويع العملية يعني اللي يقدر يستخدم المنظار بطلاقة في العمود الفقري وفي المخ هيقدر يستخدم معه الميكروسكوب هيقدر يستخدم تقنيات الليزر هيقدر يستخدم الجراحات الملاحية كل ده احنا بنتكلم عن حاجة واحدة الاساس فيها ان انا يبقى عندي امكانات اقدر اطوعها للعملية الجراحية ببقى عامل بالزبط زي مصمم الازياء انا افصل فستان بلوزة اميس بشكل كويس جدا يتناسب مع طول ووزن والمريض واحتياجات والفشن والموضة هو ده الفرق مبين واحد حديث وفرق مبين واحد تقليدي ده الفرق مبين واحد الناس بتاخد تجربه وشغله وتعممها وتعمل زيها ما انت مصمم الازياء لما بيعمل قطعة واحدة بيتتقلد وبيتعبل زيها كتير جدا النهاردة الجراح المتبيز بيتقلد يعني انا تلامزيت يجي يقولولي فلان بيعمل فلان بيقولوا انه بيعمل زيك فلان انه بدأ يغير في اسلوب جراحته ده حاجة كويسة جدا حاجة تسعدني ان انا اعمم التجربة المفيدة وابقى مثل يحتزى في المجتمع اللي انا فيه والنهاردة لما المريض بطل كتير جدا من المرضى يحتاجوا انه مسافروا للدول الاوروبية عشان بقت عندنا التكنولوجي والتقدم ده وبنشتغل وبنعمل الكلام اللي بتعمل في اعرق الدول المتقدمة وبناخد الكلام ده النافس به في المؤتمرات خارج مصر النهاردة معظم الاخوة العرب استفادوا كتير جدا من وجود التقنيات دي في مصر السؤال بقى يعني برضو العلمي هل هناك الجراحات ماينفعهاش حالات ماينفعهاش جراحات محدود التداخل المفهوم لا يعمم لكن المفهوم يطبق بمعنى ان انا ممكن العملية ككل ما تبقاش كلها محدودة التداخل لكن عندي خطوات لازم تبقى محدودة التداخل الاسلوب والطريقة بتاع الانسان اللي بيستخدم التقنيات الحديثة بيفيد المريض ان ما فادوش في العملية ككل بيفيده في خطوة في خطوتين وزي ما بقول دايما احنا دي كلها عندنا ادوات مساعدة انا هستخدم ايه المريض بتاعتمي محتاج ايه لو المريض بتاعي محتاج كل الحاجات دي مع بعض اعملها له ليه لا دا كده احنا مثلا في فيديو ازاي بندخل بالمنزار لان برضو بعض الناس بيصعب عليها تفهم فكرة انه يدخل عملية غضروف بالمنزار هو مش عارف يعني ايه غضروف مش عارف مكان الغضروف شكله ايه وضعه شكله ايه يعني وعلشان يجي الاستاذ كبير يشرح له ممكن يبقى صعب عليه فاحنا بنساهل على الناس دا الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات احنا بنشيله قطعة قطعة زي ما انت شايف كده بعد ما بنشيل الغضروف ده بنقدر نحط مكان هذا الغضروف وسيلة يقدر المريض ده يعتمد عليها في حياته الوسيلة دي بترجع الفقرات الى مش هنقول سابق عادة قبل الاصابة بالنزلاق الغضروفي ولكن بتبقى وسيلة استعاضية الدعامة دي هو بنحطها ما بين الفقرات عشان تحفظ المسافة ما بين الفقرات الى الوضع الطبيعي والجسم يبدأ يعمل حركة محاكية او مشابهة للحركة الطبيعية اللي بيعملها الغضروف الطبيعي قبل ما يحصل فيه انزلاق ودعمنا بدعماته ومسامير من الخلف مسامير متحركة ما هيش استاتيك يعني تقدر المريض ده يقدر يتحرك نوعا من الحركة الغير ضرة يعني هيتحرك هيقدر يوطي هيقدر يصلي هيقدر يسوق هيقدر يتعامل حتى لو بيلعب كورة وممكن ينزل يلعب كورة بهذا الشكل ما بقيناش عندنا مريض فقط حاجة مهمة جدا هو ده المفهوم المفهوم ان كل حاجة عندنا ربنا عملها غالية جدا قد ما نقدر نحافظ عليها بنحافظ عليها هنا مفهوم الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل الناس بتفهمها وبعض الناس المعادية للحديث ما فيه ناس ما بتعرفش تعملوا ما عندهش امكانات وكل اللي يمتلكه شقة وبيقعد المريض يتكلم ويعمل وبيروح في اي مستشفى على القد عشان يوفر في الفلوس فيقول للمريض لا ده المنظر مش هينفع يعمل لك ده اصل الجراحة محدودة التدخل محدودة يعني مش هتعمل كل الخطوات بالعكس ده بتعمل الاكتر من الجراحة العادية يعني الخطوات كلها بتتعمل دون ان نحدث اي عطب او تلف في العمود الفقري هارجع للنقطة المهمة بقى للنقطة الربكة بين عند الناس في انهم ما بيعرفوش يفرقوا بين محدودة التدخل والجراحة الملاحية يعني دي بقى حاجة محتاجين نفهمها للمرضى لانه اكيد كتير منهم هيجي نتكلموا عن محدودة التدخل يقولي يعني حدودتك تعملي جراحة ملاحية او العكس في معظم الجراحات محدودة التدخل احنا بنحتاج تقنية الجراحة الملاحية في المعظم اللي لم يكن الاغلب او الكل لالجراحة الملاحية دي هي عبارة عن ايه زي ما شرحت قبل كده هو لو انت عندك العربية فيها جهاز تتبع ما يسمى بالنفيجيتور وانت باي دك زرار تدوس عليه تشغله وانت طالع رايح مشوارك هتشغله ولا مش هتشغله اكيد هتشغله خصوصا لو كان بيديك المرور شكله ايه في المكان ده وشكله ايه في المكان ده بيديك هتقدر توصل للمكان بتاعك في وقت ديه ولو هتتأخر هتتأخر فين بالزبط وبالتالي انت معاك الامكانات دي لو انت ما بتستخدمهاش يبقى انت بتضيع فرصة على المريض بتاعك جميلة جدا بالتالي لما حب اعمل جراحة محدودة التدخل يا حبزة لو انا بستخدم الجراحة الملاحية الا في حاجات بسيطة جدا لو انا بعمل تسليق عصب استخدم المنزار بس لو انا بعمل يعني حاجة بسيطة جدا في فقرة ممكن استخدم المنزار فقط دون الاحتياج الى الجراحة الملاحية زي ما بقول هي برضو امكانات احنا هنا بنعمل استقصال غضروب بالمنزار لو انا معايا الجراحة الملاحية بتطبق لي الصورة الواقعية الحالية اللي انا شغال فيها على صورة الاشعة بتاعة المريض هتفيدني في ايه ان انا اتأكد تماما ان انا شلت الغضروب بالكامل لم اترك اي شيء واتأكد تماما ان انا عندي فرق ما بين العملية اللي عملتها نتيجة العملية هتبلي في وقتها انه يبلي شكل وتركيبة العمود الفقري بعد استقصال الغضروب وشكله قبل ما استقصال الغضروب وهقدر اقرف الفرق ما بين الاتنين وانا موجود والمريض معايا في طرابيسة العمليات يبقى بالتالي كايني عملت اشعة للمريض ده اتأكد منها ان انا عملت اللازم في العملية بتاعتي هنا سؤال ذاكي الانزلاخ المضروفي عموما العنقي تحديدا في السؤال هل لابد ان كل انزلاخ المضروفي وعليك بالجراحة لا طبعا احنا 85-85% من الحالات ما بتحتاجش جراحة بس فين بقى المريض اللي بيجيلك بدري المشكلة دي في ملعب المريض اتأخر على ما يجيه قعد لحد ما حصلت مضعفات قعد لما بقت فيه مشاكل او بيروح له دكتور غير متخصص او بيروح له دكتور ويكتفي برجلتة علاج او مسكنات وما بيعملش اشعاعات تقول احنا عندنا ايه فنقدر نعالجه في مرحلة مبكرة لكن عندما يتم تشخيص الغضروف كمرحلة اولى 80-85% بيتم علاجه وعلاك تحفظي طب المريض اللي جاه بعد المشكلة دي ما حصلت بعد بقى فيه مضعفات تنميل في اليدين قلم بطولة الزراع تنميل في الرجلين ضعف في عضلة ايده بتترعش لما يمسك الكوباية بدأ يحس ان رجله بتخص لما بيلبس الشراب يلاقي فرق ما بين الرجل دي والرجل دي او في ايده يحس ان فيه ايد اضعف من التانية فيه قلم بدأ يجي بين الكتفين هنا بقى انت هتعمل اشعاع هتلاقي غضروف طالع ضاغط على الحبل الشوكي مشكلة الغضروف العنقي ان فيه حبل شوكي عصبي هو وصلة الحياة ما بين المخ وما بين الجسم كله في كل الاعصاب بتاعت كل حاجة واحد يجي يقول لي يا دكتور انا عندي تنميل في رجلي اقول له فيه غضروف عنقي بعد التشخيص والاشعاعات معقولة هو الغضروف العنقي يعمل تنميل في الرجل ايه جاب الرجل للرقبة الناس بتنسى ان ده العضو الاساسي اللي جايب كل الهمزة الوصل ما بين المخ والجسم هو الحبل الشوكي العصبي بيمر في الفقرات العنقية الكلام بقى نهاردة في الجراحات محدودة التدخل الجراحة الملاحية الجراحة بالمايكروسكوب الجراحة بالمنظر خلت عمليات الانزلاق الغضروفي العنقي حاجة جميلة جدا جدا وخصوصا لما كمان بيبقى المريض جاي في وقت مبكر ونقدر نشير غضروف ونحط غضروف صناعي هنا بقى بالمريض بيرجع يعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة وفي خلال ساعات بعد العملية فالتكنولوجي هنا ادينا طفرة كبيرة جدا بدأ المكانة العملية بتتعمل من الخلف لا بنعملها من قدام بدأ المكانة العملية فيها جرح كبير وغرز وهو ما فيش غرز خالص بدأ للعملية مكان بيتعامل فيها مع غضروف أو اتنين على أكثر تقدير بنقدر نعمل لحد خمس فقرات المريض اللي بيفقد الغضروف ما بقتش مشكلة بقى فيه غضروف صناعي بيركب مكان الغضروف أهم من هذا كله أن المريض ده بيطلع أول ما يفوق البنج يقدر يحرك رقابته آه يقدر يقدر يقف على رجل ويمشي يقدر يقدر يوط ويصلي آه يقدر ما بيحتاجش يلبس حتى رقبة تسند الفقرات لأن احنا مش محتاجين الكلام ده لما بنبص هنا الآلات دي مكبرة بشكل كبير جدا يعني لو شوف حاجة بالفقرات نفسها كبيرة فلما بندخل بندخل بقى آلات دقيقة جدا من فتحة صغيرة قوي كلها آلات مايكروسكوبية بنعمل ايه؟ بنشيل الغضروف وبنعمل مكان زي بيت نحط فيه الغضروف الصناعي علشان يبقى راكب سيكيورد ما نحتاجش بقى نحط رقبة ولا المريض ده لو تانا رقبته هيحصل حاجة ولا الكلام ده والاجمل من هذا كله ان المريض ده بالعملية اللي زي دي حفظنا على الغضاريف في الفقرات المجاورة لان انا لما هعمل الغضروف ده وحط غضروف صناعي هيخلي الفقرة دي رجعت تتحرك بـ 85 إلى 90% من حركتها الطبيعية وبالتالي مش هيبقى فيه حركة على الفقرات المجاورة زائدة زي ما هيبقى في الجراحات التقليدية وبالتالي المريض ده مش هيعرض الفقرة اللي اتعمل فيها الغضروف دي مستحيل يرجع فيها الغضروف والفقرات اللي فوقها واللي تحتها كمان انا حامتها بالعملية اللطيفة دي اللي انا حطت فيها غضروف صناعي يركب مكان الغضروف اللي تشال ورجعت المريض ده بيعمل بقى كل حاجة هيوطي يصلي من اول يوم ويزبط في الارض اه هيوطي يصلي هيسوق عربيته هيسوق عربيته هيقعد على المكتب هيعمل كل حاجة وبالتالي احنا هنا العلم خدمنا في هزي الجزئية هنحط حاجة مكان الغضروف اللي بز ومش بس كده لا ده مش محتاجين بقى ننام ونقعد خايفين ونعمل لا 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 هنعمل عمليتنا وهنخرج نتحرك فورا ونقدر نخرج من المستشفى في نفس اليوم على اكثر تقضيط تاني يوم هنقدر نرجع لشغلنا في غضون اسبوعني بقى عديم بنشتغل ونعمل كل حاجة ده الجزء القديم او التركيبة القديمة من الغضروف فيه احدث من هذا بكثير جدا ما بنستخدمش فيها مسامير ولا 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 بشكل اضاق واكثر حرفية عن زمان كمانا عظيم عندي بقى سؤال بما ان احنا كلمنا عن عنق لازم الشارع يسأل عن القطني يعني لازم يسأل عن القطني وخصوصا ان فيه يعني ربكة عند كتير من الناس فيه مفهوم معين رغم ان احنا بنحاول نوضحه بس تعالوا اسمنا على السؤال عشان نشوفوا الربكة فين بالضبط اسمعوا معنا انا بس كمان عايزة استفسر عن العرق النساء والانزلاق الغضروفي وايه الفرق ما بينهم وعرف امتى لما يجي لي الحاجة دي ده عرق النساء اعرف من ايه لما يجي لي الحاجة دي ده انزلاق الغضروفي وهل كل العمليات لازم فتح وعمليات والكلام ده كله ولا فيه تقنيات احدث بالمنزار والكلام ده الجزء التاني من سؤالك جاوبنا عليه اللي هو الجرحات محدودة التدخل ضحية الجزء الاول ليه زي ما نقول لك في الثقافة ناس بترتبك مش عارفيني ان الانزلاق الغضروفي ممكن يعبر عن نفسه بصورة تعريق النساء لان هو عرق النساء اسمه عرق النساء ده عصب بطول الرجل من الخلف بيبقى مجموعة من الكابلات العصبية المجمعة ممكن انزلاق الغضروفي يضغط على واحد من دول فيعمل الان بطول العصب ممكن اكثر من غضروف او ديء او خشونة يضغط على عصبين منه او ثلاثة او على الضفيرة كلها يعمل لنا الان بطول الرجل اللي بنسميه عرق النساء ومش كل الان عرق النساء هيبقى معاه انزلاق غضروفي لأ ممكن في بعض حالات يبقى فيه الان في عرق النساء دون ان يكون هناك انزلاق غضروفي فالعرق النساء ده حيات كتير جدا ممكن تسبب له الان غير الانزلاق الغضروفي نذهب الى جراحات المخ الغضروخمية جراحات اورام المخ جراحات محدودة تتدخل هنا بقى مبقيتش رفاهية اكثر منها احتياج اكيد طبعا نحن نتحدث عن نسيج مخي الاصابة فيه تعني اضرار كبيرة جدا مفيش في الجراحة رفاهية الجراح الشاطر عمره ما كان عنده رفاهية لكن هو عامل زي لعب الكرة الماهر هو عايز يحقق اهداف وجولز معينة وبالتالي احنا لما بنعمل عمليات محدودة التدخل ما هيش رفاهية احنا في المخ بنعمل عمليات محدودة التدخل ابسط المثال اورام الغدى النخيمية النهاردة بنعمل عمليات دي كلها بالمنظار عن طريق الانف مزتها الكبرى ان المريض ده مش هيطلع يباد في الرعاية المركزة مش هيطلع خايفين من تدهور في درجة الوعي مش هيطلع خايفين انه ممكن يحصل له نزيب بعد ثلاث ساعات او اربع ساعات من العملية وبالتالي لان احنا ما فتحناش الجمجمة من الاساس احنا دخلنا عن طريق الانف بالمنظار شلنا وراء من قلب المخ من قاع الجمجمة دون ان ندخل من اي ثقب حتى في جمجمة المريض يبقى احنا المخ نفسه لم يتعرض لاي اهتزاز او اي حاجة تؤثر على وظيفه وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن مش طفرة في مجال العملية بس لا دي كمان طفرة في النتائج بعد العملية لان انت لما بتعمل كمان عملية بالمنظار انت بتشوف بزوايا 360 درجة كل ابعاد الورم او الغضروف او او وبالتالي ما بقاش عندك احتمالية انك تسيب جزء هيحتاج المريض يعمله عملية بعد كده او انك انت هتسيب جزء هيرجع يتكون عليه غضروف مرتجع او هتسيب جزء في الورم هيرجع يرد على المريض تاني هنا انت وصلت الى حد الاستقصال الكامل بمعنى الاستقصال الكامل هل هل يعني الادوار الخاصة او التي ظهرت للتكنولوجيا جعلت الاحتماد على مهارة الجراح اقل ام اكبر بالعكس الجراح اللي بيجري هذه الجراحات لابد ان يكون جراح شاطر جدا 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 ودايما احنا بتيجي استخدام او تعلم مثل هذه التقنيات ازاي كان فيه عالم في الطبيعة كلنا عارفينه بيقول نظرية الانتخاب ان الطبيعة بتنتخد يعني ايه بتنتخب يعني لما بي عندي 100 واحد ضعيف فالمية دول عندي 100 واحد 100 فرد فيهم 10 اقوياء وتسعين ضعيف اللي هيبقى ويتكاثر ويتناسل العشر اقوياء الجراحين اللي بيقدروا يشتغلوا في المجال الحديث ومحدود التدخل لابد ان يكون من امهر الجراحين اللي بيتكونوا الجراحات التقليدية عشان يصل الى ما يسمى بالهرم التعليمي قمة الهرم قمة الهرم التعليمي في العمليات ان انا اوصل الى ان انا ابقى ماسترنج يعني بعرف اعمل كل حاجة في التقنيات القديمة التقليدية وارتقي ان انا تعلم الحديث ومن ثم اشتر جراح في العمليات هو الجراح اللي بيستخدموا التقنيات الحديثة لأنه يقدر بمنته البساطة يعمل التقنيات الغير حديثة والبدائية والبسيطة وعشان يتعلم الحديث لازم يبعارف الحاجات التقليدية دي بطلاقة شديدة جدا فمفهوم الناس اللي بتيجي تقول أنت بتعمل عملية بالمنظر عشان مش عايز تعمل عملية تقليدية هو أنت بتعرف تعمل عمليات تقليدية لا أنا ما باستسهلش أنا باختار الصعب لإني أتقنت الصعب والأصعب فبعملك الصعب علي أنا أنا قوي لكن سهل لك أنت قوي 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 ونتيجه أكيد لك أنت أحسن بكتير قوي قوي وإلا ما كانش ده يبقى مصاف وده رقم واحد في الدول المتقدمة حتى لما بتسافر الدول المتقدمة عشان تعمل عملية انزلاغ ودروفي مش كل الدول عندها ناس بتعمل عمليات بالمنظر والمايكروسكوب والجراحة الملاحية والدول المتقدمة مش كل الجراحين فيها ودي معلومة يمكن ناس ما تعرفهاش مش كل الناس فيها بتعمل بالطريقة دي برضو عندهم مشاهير وبرضو عندهم أسماء كبيرة لامعة بتعمل الكلام ده وهي اللي منوت بيها التطور في مثل هذا المجال خلي بالكم من جسمكم خلي بالكم من عمودكم الفقري وما تتحوروش وعرفوا ان الستر الرصيد الستر رصيد يعني كل ما تساعتك هتسوق أسرع كل ما ساعتك هتتغور تعمل غرز تركب متساكل من غير متاء بتكون يعني وبسرعة عالية ركوب المتساكل في حد ساته ده تغور يعني المتساكل في حد ساته اللي في رأيي ده تغور ده رأيي الشخص يعني كل ما هتسحب من رصيدك من الستر ربنا سبحانه وتعاله هتطلق رصيد على حسب أعمالك برضو من الستر كل ما تسحب يعني ولذلك لما تشوفوا بعض الحوادث يعني ده ستر ده كان هيروح ده ستر اهو ده فلت ده عنده رصيد رائع من الستر ده شوف بصو ده 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 يعني اللي هوقف العربية ده فلت ده برضو نزله رصيد من الستر كل ده رصيد من الستر هو فيه مثل بيقول ايه اهو ده لا تلاحق ده ده كراحي انتحر ده ده مش ده 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 تلاحق يعني دول كلهم ربنا سترها معاه المعيز دي كله فيه مثل بيقول مش كله مرة هتصلا من جره اه بص ده ده يعني ده ده امه ده عياله ده اللوائف ده هو واقف يعيني ولا بي ولا عليه وفجأة خد باله مشي مشي زهان من الحياة بالحاجة اه عارف انه بص ده هو زعلان من عاجة خبطته برجله دي 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 الوحدها تحتاج الى ان احنا نقف قدام الرضا انت اه حقيقا ده حقيقة يعني دايما بنقول كل ما انت اخدت بالاسباب كل ما ربنا يسر لك الامور ومش يعني الحياة مش همايوني عيب المصريين عندنا احنا شعب زكي جدا شعب لماح شعب قوي لكن عيبنا ان احنا حاجات كتير جدا بناخدها ميوني وانا اعتمد على مظلة السدر في اسباب لا بد ان تأخذ في اسباب ربنا بيهيئها لمن يجتهد لمن يجتهد بيساعد كتير جدا وده الحقيقة احنا بنلمسه عايز اقولك ان في عمليات جراحية في المخ مثلا وهو الواحد بيشتغلها من كتر ما بتبقى العملية معقدة وصعبة بيبقى في لحظة كده يتمنى انه هو ما كانش يبقى موجود اساسا ليه انت بتشيل بتبقى على عاطقك مسئولية كبيرة جدا لكن بيجي ايه بيجي فرج عظيم جدا من عند ربنا وحقيقة انا بقولش الكلام ده للإعلام انا بقوله فعلا ان لله تعالى الفضل الاكبر والحمد في انه هو بيصنع من الانسان حاجة كويسة اذا اجتهد وانا حقيقة بلمس نعمة ربنا في كل حاجة ربنا الدهالي الحمد لله الحمد لله انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا المتنوع ما بين الحديث في الجراحات محدودة التدخل مرورا بالجراحات الملاحية وذهبنا على الغضروف العقني وعرجنا على الغضروف القطني والنسى ولم ننسى وعطينا لجراحات البخ والغدن نخمي حقها من العطاء فهرس رائع واداء متميز للغاية واسعدتني سعادة كبيرة شكرا ومشكرين على الزيارة دكتوري شكرا ضيف العزيزة القمر علمية الكبيرة رسول دكتوريوس الحمري كان في الدكتور خليك دايما مع الدكتور